ومقاييسي صارت وهمية نحن اليوم شو مقاييسنا؟ يعني للأسف في جيل معين اليوم من البنات مقاييسهم الشكل الخارجي وجيل معين من الشباب مقاييسهم الفتاة كمان الشكل الخارجي يعني حتى كلمة جمال الروح صاروا بيتحكوا عليها ترنت يعني ما بتقول عن حدا أنا حبيتها لأنه روحها حلوة بيتحك بس دكتورة مو يمكن هو أول انجداء بيصير بين الناس هو انجداء بالشكل الخارجي؟ صح وهذا الحقيقي نحن كلنا منتأثر بالشكل الخارجي وكلنا منعطي جهد لشكلنا الخارجي صح ولكن في كثير علاقات اليوم مبنية هن اتنين عايشين ببيت واحد بس همهم الشكل الخارجي فهي عندها اليوم فوبيا تظل تروحها مراكز تجميل وتغير تغير تغير وأنا آخر شي بيجي بقول له انتي محتاجة تغيرها شي واحد بتقول لي شو بوتوكس فلر رايح متغير أنفي بزبط عملتوا كله دكتورة بقول لي انتي بس تغيري من جوه انتي هذا المحتاج تي انتي مشكلتك معه معه بيشوفك حلوة مش هو بس شكلك الخارج هو بيقول لك أحيانا أنك انتي مش جميلة وبتقول لي هو بيسمعني هذا الحقي وبيقول لي روح يشوف النسوان البقيين كيف بيلبسوا وبيتصرفوا بلا هذا انعكاسه وعب يحكي كلمة بالعموم ولكن هو قاصد أنه انتي تغييرك الداخلي إذا تغيرتيه هو حيشوفه ممكن تكون هي امرأة ضايفة اللي هو جمال الروح يمكن صح مش بس الروح طوري ثقافيا طوري مستوى الوعي تبعك طوري أهدافك في الحياة لأن احنا ممكن تشوف أنت إنساني كثير جميلة وما عنده أي مقيس تاني جماله قده هو ممكن يخلي الإنسان ينسحر فيها شهر شهرين وبعدين الحياة أكبر من هيك أكبر بس من مجرد شكل في شيء اسمه مملل بعدين إذا هو ما كان في حديث أنا مستمتع معه ما كان إذا ما أنا احتجتها بمشكلة واقعية لو كانت هي شركة حياتي وأنقضتني فيها إذا كان عندي مشكلة بالعمل واحترت مين اتصل ما فيني اتصل فيها لأن بعرف أنه هي رأيها ما رح يفيدني هي على مستوى بأنه هي ما حتى تقدمني شي صح هذا هي جمال الروح هو مسبش أنه روحها حلوة هي إلى أي درجة قادرة تكون سند ونفس الشيء لما اليوم البنات أغلب اللي بيجوا لعندي باستشارة اختيار شريك الزواج أول كلمة شوكت إلي سيارته وشكله بساعته وراتب كمان راتب أحيان بتقول وتعرفي أبوه مين يعني عرفت يعني هي بالمحصلة عبتعطيني الصفات اللي كله طبعا هاي القصة ما بيمر شهرين بترجع مكسورة عاطفيا وبتقول ما تمت العلاقة وأنا انخدعت واكتشفت كذا 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 لأنه نحنا هاي المقاييس اللي صارت مبنية عندنا بالعلاقات وسببها مش نحنا كالناس سببها دخلت السوشال ميديا اللي هي غيرت المقاييس اللي خلت لمة ومهند وأي حدا اليوم عاب يسمعنا ما بيرضى عن شكله اشتركوا في القناة